الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين يبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد فحياكم الله في المحاضرة التاسعة من الوحدة السابعة التي تتكلمنا فيها عن الخبر المردود وسبق وبينا الضعيف بأقسامه وتكلمنا عن المردود بسبب سقط في السند وبينا مثلته كالمرسل والمدلس ونحن نتكلم الآن في المردود بسبب الطعم فرغاوي نستكمل في هذه المحاضرة الكلام على الحديث الموضوع وقد بينا بعض مسائله السابقة ونستكمل ما تبقى من هذه المسائل المسألة السادسة دواعي الوضع وأصناف الوضعين يعني من الذي يدعوهم إلى أن يضعوا هذه الأحاديث ويكذبوا بها عنه بصلاة الله وسلم هناك مجموعة من الدواعي والدوافع التي تدفعهم إلى هذا الأمر أولها ظنوا بعضهم أن في ذلك تقرب إلى الله تعالى التقرب إلى الله تعالى بوضع أحاديث تراقب بالناس في الخيرات ووضع أحاديث تخوفهم من فعل المنقرات وهؤلاء الوضعون هم قوم ينتسبون إلى الزهد والصلاح والتصوف وهم شرع الوضعين لأن الناس قبلت موضوعاتهم ثقة بهم ومن هؤلاء شخص يقال له ميسر بن عبد الرب فقد رأى ابن حبان في كتابه الضعفة قلت لميسر بن عبد الرب من أين جئت بهذه الأحاديث من قرأ كذا فله كذا قال وضعتها أرغب الناس يعني يريد أن يرغبهم في القراءة فقام بوضع هذه الأحاديث التي فيها هذه الفضائل الدافع الثاني والداع الثاني من دواع الوضع الانتصار للمذهب سواء كان هذا مذهبا عقديا أو فقهيا أو ما أشبه ذلك ثم أيضا لا سيما بعد ظهور مذهب الفرق السياسية وذلك بعد ظهور الفتنة ووجود هذه الفرق السياسية كالخوالج والشيعة فقد وضعت كل فرقة من الأحاديث ما يؤيد مذهبها ويطعد في مذهب غيرها كحديث علي خير البشر من شك فيه فقد كفر من الدوافع أيضا الطعن في الإسلام وضعت أحاديث بقصد تشويه الإسلام والطعن فيه وهؤلاء قوم من الزنادقة لم يستطيعوا أن يكيدوا للإسلام جهارا فعمدوا إلى هذا الطريق الخبيث فوضعوا جملة من الأحاديث بقصد تشويه الإسلام والطعن فيه ومن هؤلاء محمد بن سعيد الشامي الذي صلب في الزندقة فقد روى هو نفسه عن حميد عن أنس مرفوعا أنا خاتم النبي لا نبي بعدي إلا أن يشاء الله فزاد هذه الزيادة إلا أن يشاء الله حتى يفتح الباب للدعاء النبوة وما أشبه ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبي ولا شك لكن الجهاب إذا من المحدثين قد بيّنوا أمر هذه الحديث ولله الحمد والفضل والمنى من الدوافع أيضا التزلف والتقرب إلى الحكام أي تزلف وتقرب بعض عفاء الإيمان إلى بعض الحكام بوضع أحاديث تناسب ما عليه الحكام من الانحراف أو ما أشبه ذلك ويمثلوا لذلك بقصة غياث بن إبراهيم النخعي الكوفي مع المهدي أمير المؤمنين حين دخل عليه وهو العب الحمام فساق بسنده على التو إلى النبي صلى الله عليه وسلم حديثا أنه قال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح الحديث الواد لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر فزاد كلمة أو جناح لأجل المهدي لأنها العب الحمام ذات الأجنحة فعرف المهدي ذلك فأمر بذبح الحمام وقال أنا حملته على ذلك وقال لما خرج قال أشهد أن قفاك قفاك الذاب فهؤلاء هم المتزلفون إلى الحكام والمتقربون إليهم بختل الدين من أجل الدنيا من الدوافع أيضا التكسب وطلب الرزق كبعض القصاص الذين يتكسبون بالتحدث إلى الناس فيريدون بعض القصص المسلية والعجيبة والغريبة حتى يستمع إليهم الناس ويعطوهم كابي سعيد المدائني ومن أيضا المقاصد والدوافع للوضع قصد الشهرة والاشتهار وذلك بإرادة الأحاديث الغريبة التي لا توجد عند أحد من شوخ الحديث فيقلبون سند الحديث ليستغرب فيلغبوا في سماعهم منهم كابن أبي دحية وحماد النصيبي وغيرهم هذه الدوافع للوضع المسألة السابعة وهي مذاهب الكرامية في وضع الحديث الكرامية فرقة من الفرق وزعمت هذه الفرقة الذين سموا بالكرامية جواز وضع الأحاديث من باب الترغيب والترهيب فقط واستدلوا على ذلك بما روية في بعض طرق حديث من كذب علي متعمدا من زيادة جملة ليضل الناس وهذه غير ثابتة أصلا هذه الزيادة لا تثبت عن حفاظ الحديث لكنهم استدلوا بها فقالوا من كان يكذب ليضل الناس فهذا في نار الجهنم أما نحن فلا نكذب لنضل الناس وقال بعضهم أن الحديث يقول من كذب علي متعمدا فمن كذب عليه فهو الذي يناله الجزاء من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار أما هم فيقولون لا نحن نكذب له لا عليه وهذا استدلال في غاية السخف فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج شرعه إلى كذبين ليروجوه وينشروه وهذا الزعم خلاف إجماع المسلمين حتى بالغ الشيخ أبو محمد الجويني فجزم بتكفير واضع الحديث ولا يوافق على ذلك المسألة الثامنة خطأ بعض المفسرين في ذكر الأحاديث الموضوعة في كتبهم الحقيقة لقد أخطأ بعض المفسرين في ذكرهم أحاديث موضوعة في تفاسيرهم من غير بيان وضعها لا سيما الحديث الملوي عن أبي بن كعب في فضائل القرآن سورة سورة ومن هؤلاء المفسرين الذين فعلوا ذلك الثعلبي في تفسيره والواحد في تفسيره والزمخشري والبيضاوي في كلهم في تفسيره وكذلك الشوكاني في تفسيره فتح القدير فما كان ينبغي لهم أن يريدوا مثل هذه الأحاديث إلا مع بيان وضعها وتحذير الناس منها آخر مسألة عندنا فيما تعلق بالحديث الموضوع وهي أشهر مصنفات فيه ألف العلماء مصنفات كثيرة في الحديث الموضوع ومن أشهرها كتاب الموضوعات لابن الجوزي وهو من أقدم ما صنف في هذا الفن لكنه متساهل في الحكم على الحديث بالوضع لذا انتقده العلماء وتعقبوه فقد حكم على أحاديث من صحيح مسلم بالوضع جاء بعد ذلك كتاب الأهل المصنوعة في الأحاديث الموضوع للسيوطي وهو اختصار لكتاب ابن الجوزي وتعقب له تعقب ابن الجوزي في بعض ما أورده والزيادات أيضا لم يذكرها ابن الجوزي في كتابه الموضوعات ومن ذلك أيضا تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيع الموضوع لابن عرواق الكناني وهو كتاب أيضا تلخيص لسابقيه وهو كتاب حافل مهذب مفيد وغير ذلك من الكتب وبهذا ينتهي ما يتعلق بالحديث الموضوع والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته